اهلا وسهلا بكم من جديد يوم لدينا محادثة مهمة من محادثات امتحان باينس اللي هي تخطيط لاستقبال صديق مشترك جاي يزوركم بمدينتكم وطبعا شو رح نعمل الفعاليات معه اول شي عنا جميزم اتواس بلانن اذا جميزم اتواس بلانن هو التخطيط لشي مشترك طبعا كل عادي اول شي مطلع على السيطواتزيون السيطواتزيون هو الموقف بشكل عام يلي بخلينا نفهم شو الترتيب اين جميزم فروند موشته سي عم نكستن ووخن انده بزوخن ام اي رشتات كننزولان اذا اين جميزم فروند صديق مشترك موشته سي عم نكستن ووخن انده بزوخن يريد زيارتكم في العطلة المقبلة اذا نكستن ووخن انده في عطلة نهاية الاسبوع المقبلة ام اي رشتات كننزولانن اذا لكي يتعرف على المدينة لكي يتعرف على مدينتكم انا الافغاب الافغاب هو الواجب او شول مطلوب مننا planن سي جميزم وي سي اين امفانجن موشته وي سي اين امفانجن موشته اذا لكي يتعرف على المدينة planن سي جميزم خطوتو سوا تفعلوا سوية وشو رح تعملوا مع بعض اذا هاد الافغاب لدينا البونكتة البونكتة هي النقاط اللي لازم نحكي عنا بالتفصيل لازم نحكي شوية عن كل نقطة من هدول يلي هن ابهولونج ديس فرويندز اذا ابهولونج ديس فرويندز الابهولونج هو انك تجيب شخص او تجيب شيء فابهولونج ديس فرويندز هو انك تجيب الشخص ممكن على الاغلب من المطار او من محطة من البانهوف او من مكان انك تروح تاخده تروح تجيبه يعني لعندك اباناختونج اباناختونج يعني المنام او المبيت يعني وين رح ينام هاد الشخص نحنا لازم نخطط او نقرر انه هاد الشخص مسلا رح ينام عندي بالبيت او رح نحجز لأوتيل او هو حاجز رح نشوف اين بارتي اوغانيزيرن اين بارتي اوغانيزيرن يعني تخطيط لحفلة كمان نحكي شوية مسلا انه لازم نعمل حفلة بيساوي بوجود هاد الشخص فانشتالتونج اذا فانشتالتونج هي الفعاليات شو رح نعمل الفعاليات باعتبار هو جايزورنا وين رح ناخده لوين رح نروح نذكر مسلا مكان او شارع او سينما او هيك شي اذا هاد كان نص المحادسة متل ما انا شايفين هيك تماما بيجي بالامتحان فرح احكي عن المحادسة واش رح بالتفصيل فخليكم معنا منبلش بالمحادسة عنا شخصين المحادسة طويلة شوي لان انا كاتب اربع نقاط يعني انا كاتب كل النقاط المحتملة تجي اذا اجه هاد الموضوع او هاي المحادسة لهيك يعني عم حاول انه استوفي كل النقاط ها لو سامي weißt دو unser Freund جون möchte uns nächstes Wochenende besuchen und unser Start kennenlernen ها لو سامي مرحبا سامي weißt دو هل تعلم بتعرف unser Freund جون صديقنا جون möchte uns nächstes Wochenende besuchen يريد ان يزورنا العطل المقبلا عطلتني هيت اسبوع اللي جاي ونصره شتات kennenlernen و التعرف على مدينتنا شخصطاني ها لو علي ja ich weiß schon er hat mir gestern eine E-Mail geschrieben und darauf habe ich mich sehr gefreut oder gefreut ها لو علي مرحبا علي ja ich weiß schon نعم أنا أعلم هادشي يعني أنا بعرف هادشي er hat mir gestern eine E-Mail geschrieben لقد كتب لي البارحة E-Mail und darauf habe ich mich gefreut وسوررت بهذا الشي يعني بال E-Mail اللي كتب له ja الشخص الاول er fährt mit dem zug deshalb wäre es schön wenn wir ihn von bahnhof abholen was sagst du إذن er fährt mit dem zug هو يسافر بالقطار هو سوف يسافر بالقطار deswegen لهذا السبب sehr schön سوف يكون جميل يكون من الجميل wenn wir ein von bahnhof abholen سوف يكون من الجميل أن نأخذه من البahnhof يعني نجيب من البahnhof لعننا was sagst du ماذا تقول شو رأيك بهذا شي الشخص الثاني نجيب نجيب بالطبع أنه رح ناخده من البانوف سوف نأخذه بسيارتي إذن أب هولن هو فعل منفصل سوف نأخذه بسيارتي يعني نجيبه لعننا على البيت بسيارتي لكن هصدو فلايشت أين إيديه ولكن هل لديك ربما فكرة فوقي بناختة مشتة أين سوف ينام فإذن نحن هون حكينا عن الأب هولنج يلي نجيب الصديق هون بلشنا بي رجع سأل هون بعد ما خلصنا نوعا ما النقطة الأولى عندك فكرة أين رحينا فهون انتقلنا لنقطة الإبناختون اللي هي الإقامة أو المنامة أو هكشي من تابع المحادثة الشخص الأول يَا هات مي شون جزاكت دَس ار هير ان در نير اين هوتل جيبوخت هات إذن يَا نعم هات مي شون جزاكت لقد قال لي أخبرني دَس ار هير ان در نير اين هوتل جيبوخت هات أنه قد حجزة هوتل هنا بالقرب مننا يعني بالجوار طبعا هاي كانت الإبناختون وهيك المنامة يعني لازم نذكر نوعا ما فكرة جملة أو جملتين عندنا النقطة الثالثة اللي هي رح تكون البارتي لازم كمان نحكي انه لازم ننظم حفلة مو ضروري انه نحكي عنا بالتفاصيل لا انه نوعا ما لازم نذكر انه في حفلة رح تصير شخص تاني سوپر wir können eine Party machen wie du weißt am Wochenende arbeiten wir nicht was hältst du davon سوپر رائع wir können eine Party machen يمكننا عمل حفلة wie du weißt am Wochenende arbeiten wir nicht في عطلة نهاية الأسبوع في العطلة لا نعمل نحن وما عنا شغل وهيك was hältst du davon ما رأيوك بالموضوع شو رأيك بهذه الحكيه طبعا مثل ما حكيت انه هدول الجمال اللي بتستخدم بأغلب المحادثات والرسائل اذا المواضيع والمحادثات عامل عنهم ثلاثة او اربع فيديوهات والروابط طبعا بديسكريبشن فيكن تشوفوهن شخص الأول Das finde ich eine tolle Idee Dann können wir die Party bei dir machen Weil ich keine genug Platz habe إذن هاد عن الPartي Das finde ich eine tolle Idee أجدو هذا فكرة رائع Dann können wir die Party bei dir machen إذن يمكننا عمل الحفلة بيديا عندك؟ Weil ich keine genug Platz habe لأنني ليس لديا مكان كافي شخص الأول نحن نحن سوفا ننظيم الحفلة und laden die Freunde ein وندعو الأصدقاء إليها ندعو الأصدقاء إلى الحفلة منتابع الشخص الأول أجدو 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 هذا هنا نسأل hast du vielleicht vorstelle هل لديك ربما اقتراحات was wir gemeinsam machen können ماذا يمكننا أن نفعل سوية هنا نحن نحن بالنقطة للفعاليات اللي هي الفعاليات شخص الأول نحن عم نحن المبocused ل dramas سوفない ذاを هل تست进行 نحن نحن هلث هلث إذا كان لديكم الرغبة إذا كنتم ترغبون تسو شبايسة هاوس غيستوران شبايسة هاوس هو عبارة عن اسم اسم مطعم يمكننا إذا عندكم الرغبة أن نذهب على مطعم شبايسة هاوس وبعدها نتمشى أو نمشي ضمن المدينة القديمة إذا نمشي في المدينة أخبرتك شيئاً إذا الجملة كمان كتير مهمة وحلوة أنه لسا عندك شيء يعني بيبالك لسا شيء مثل العامية ما بنحكيها أنه لسا بيبالك شيء كمان عن هالموضوع الشخص الأول نعم 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 جون انترسيت sich für die Kinos جون يهتم بالسينما بالسينما يعني بشكل عام لسا بي هذا السبب يم جفالن هذا مجموعة جداً لسا بيبالك إنه اقتراح رائع طبعاً نعم بالتأكيد سنفعل هذا السبب أنا متأكد أن الزيارة سوف تعجبه أنا متأكد أن الزيارة سوف تعجبه الشخص الأول أنا أيضاً وأنا أيضاً حتى الزيارة سوف تعجبه أراك في العطلة المقبلة وهيك خلصنا المحادثة اليوم بتمنى كان هذا الشيء مفيد طبعاً المحادثة مثل ما هي موجودة بـ موجود كمان الروابط اللي حكيت عنه الجمل بتساعد بكتابة الرسائل والمحادثات ولا تنسوا تكتبوا لي دايماً بالتعليقات عن أفكار ممكن أحكي وإشرح عنا مثل هذا الدرس اليوم شفت فيه كتير طلبات بالتعليقات لهيك حبيت أعمل هذا الدرس تكتبوا لي دايماً عن أرائكم وأفكار ممكن أحكي عنا بالتوفيق لكم جميعاً